مفاجأة كبيرة وتغيير غير متوقع على اسم آيفون 14 الإعلانات قادمة على شاشة أفل موبايلكم الآيفون Stranger Things ثاني أكثر مسلسل مشاهدة على ناتفلكس وفاة تفلتين بسبب تحدي على تيكتوب ميزة لإخفاء الأونلاين على واتساب مخترع أول هاتف بالعالم ينصح تركوا أجهزتكم وعيشوا حياتكم جولة سريعة على أهم أخبار التكنولوجيا على الأسبوع شركة أبل فجأتنا بتغييرات كبيرة قادمة على جهاز آيفون 14 الجديد بس فيه تغيير كبير منحك عنه لا بالشكل ولا بالتصميم بالاسم هلأ أنتوا طبعاً عارفين أنه أبل راح تنزل نسقة أرخص من آيفون 14 برو ماكس والتي كانت راح تتسمى آيفون 14 ماكس بس فيه تسريبات بتقول أنه الاسم راح يكون آيفون 14 بلس ويمكن هو فعلاً على مسمى لأنه جاي من أسماء هواتف آيفون الأديمة آيفون 6 و 7 بلس والتغيير الثاني الصادم من آيفون هو على نظام آيفون 16 قالوا أن شاشة الإفل أو اللوكس كرين حتعرض الساعة والإشعارات ومعلومات تانية مهمة بس فيه خبر سيء هالشاشة ما راح تكون مساحة لشغلات يلي ذكرناها بس حتكون مساحة لإعلانات الشركات والتطبيقات ايه نعم متى راكونا بحالنا على وسائل التواصل الاجتماعي لاحقونا كمان على شاشة إفل الموباي من قبل كورونا انتظر الجهور الموسم الرابح من مسلسل الخيال العلي Stranger Things والحقيقة أنه الانتظار كان مستحق لأنه موسم الأخير هو التاني أكثر موسم مسلسل المشاهدة على نتفلكس بعد مسلسل سكويد جي وصلت ساعات المشاهدة لـ 1.15 مليار ساعة بوقت تسجيل هذا الفيديو وكمان كان من أفضل 10 مسلسلات نتفلكس بـ 93 دولة هالشي مو حظ لأنه كان فيه أشهر من خطط التسويق للمسلسل وبالإضافة أنه فيه حلقات كانت مدتها مدة فيلم كامل توصل لساعتين ونصف تقريباً فهل شاهدتوا هالمسلسل؟ وهل بتشوفوا أنه بيستحق هالضجة؟ طفلتين في أمريكا كان ضدوا يكونوا مشاهير على تيكتوب بس انتهى الأمر بالموت بسبب تحدي سموا تحدي التعتيب قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه بعد المشاهدة المتكررة لفيديوهات التحدي على التطبيق الصيني أقدموا الطفلتين اللي كان عمرهم 8 و 9 سنوات على التحدي نفسه التحدي هو أنه المشاركة يلف حزامها لرقبته لحد ما يفقد وعيه بس فيه ناس وصلت معه للموت وآخرهم الطفلتين بجهر أبريل من عام 2021 توفق صدي وانتحر الطفلة عمر عشر أعوام بإيطاليا بسبب التحدي وتك توك حاليا عم تواجه دعاوة خضائية بسبب هاد التحدي فهل هي تتحمل مسئولية الحوادث هاي ولا أولياء أمور لأطفال كلنا عنا أشخاص بدنا نتهرب منهم ويمكن واتساب وأخيرا طرحة الميزة المناسبة لهذا الشيء لأنها قريبا رح تسمح للمستخدم يخفي أنه هو أونلاين عند أشخاص معينين حتى وهو عم يستخدم التطبيق هلأ نحن منقول بيقتل الأتيل ويمشي بجناسته بمعنى أنه شخص بيتسبب بضرر معين وبعدين بيتأسف وبيحزن مع الناس على الضرر يلي هو سببه هذا الشيء بينطبق على مخترع أول هاتف بالعالم يلي ينتظر منضحك لما عرف أنه واحدة تستخدم موبايلة خمس ساعات باليوم مارتن كوبر يلي عمره 92 سنة نصح العالم يستمتعوا بحياتهم بدل ما يضيعوها على الموبايلات وهي كانت أخبار التكنولوجيا لهذا الأسبوع تابع شيئاً تكفي المزيد